سمعتوا قبل كده عن حاجة عمركو ما صدقتوها كتير سمعتوا قبل كده عن معجزات عمركو ما شفتوها كتير سمعتوا قبل كده عن حاجات عمركو ما تخيلتوها كتير طيب 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 يلا بينا فعلا النهاردة سامحوني لو معرفتش اقدم الفيديو ده مقدمة كويسة تليق بيه سامحوني لان انا فعلا مش لاقي كلام اقوله عن اللي احنا هنشوفه النهاردة ده دي المعجزات اللي ما بتتصدقش دي الحاجات الخرافية اللي ما بتتشافش دي الانبهارات اللي لما بيتحكيلك عنها بتفضل مفتح عينك ومفتح بقك كده ومش مصدق ايه اللي انت بتسمعه دوت يا ترا ده موجود ولا في الخيال ولا ده ايه ده بالظبط كتير جدا مننا سمع عن مرض التوحد وقد ايه هو صعب جدا على الشخص اللي بيوصاب بيه ده بنا يحفظنا جميعا يا رب ويشفي كل المرضى اللهم امين مرض التوحد دوت من كتر ما هو صعب ناس كتير من اللي بيتصابوا بيه بينتهي بيهم المطاف ان هما بينتحروا المهم نركن الجانب الوحش ده على جنب انا جايه النهاردة اكلمك عن وجه حسن ووجه جميل ووجه رائع من مرض التوحد ده طفل بتصاب مرض التوحد بيقولكو ايه من غير كلام كتير مطيلا نشوف الفيديو يلا فينا بسم الله الرحمن الرحيم ارحب بالقارئ الصغير والكبير يوسف حنشي وارحب بوالده الكريم الفضل لله عز وجل ثم لوالده الكريم الذي اكتشف فيه هذه المهارة ونماها ووجهها واطرها ثانية واحدة هنا عارفين مين اللي جنب يوسف ده ده والده اللي ليه الفضل الكبير قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى ان يوسف يبقى في المكانة اللي هو فيها دي فقب زي اي قب عادي بس هو اختار ان هو ما يكونش عادي تعب وشقي وابزل مجهود ومضاعف تماما مع ابنه الطفل اللي مش عادي طفل مريض عنده توحد مش طفل سليم يوسف بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الراجل اللي قاعد جنبه ده ابوه قدر يوصل لمكانة والمنزلة كتير كتير من الاطفال والشباب السلام المعافين اللي مش مرضى معرفوش يوصلوا لربعها تحيل ابو يوسف والوالدته اكيد وتحيل كل ابو وكل ام بيبذلوا اقصى ما عندهم علشان اولادهم يبقوا معجزات في زمن كثرة فيه المسوخ ممكن تدخل على جوجل تسيرش يعني ايه معنى كلمة مسخ تعالوا نكمل الفيديو وانا اسف ان انا قطعتوك يلا بينا يوسف حنشي دخل الى التحضيري وبدأ في قسم التحضيري يقرأ للطلبة الصغار هو للمعلمين الاحاديث والايات المكتوبة على يعني في اعلى القسم يعني في كل مرة يوسف حنشي ابوه الى الان يجهل كيف تعلم الحروف انظروا اليه انظروا الى هذا الصبيع الى الان يجهل ابوه من اين تعلم الحروف ابتداء قال الله اعلم لكن اباه استطاع ان ينمي فيه هذه المهارة يوسف ان كنتم لا تعلمون ايها السادة الكرام فضلا عن كونه يحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا الايات الارقام الاحزاب الاجزاء الصفحات متقنون لجهاز الكمبيوتر يقول ابوه اذا وضع يده على الكمبيوتر وطلبت منه ان يقرأ او ان يكتب يسرع بحيث لا تكاد ترى اصابعه الصغيرة وانامله وهي تضرب على الكمبيوتر وانا اتواصل دائما مع سيدي الشيخ في الفيسبوك يعني دائما يرسلني ويكتب لي بطريقة عجبة ولعله اسرع منك اسرع مني الحمد لله شهادة حق طيب الان سنبدأ مع يوسف يوسف انا اريد ان اسألك ايات في بعض الايات والجمهور يطالب ان يرى اصبع السائل وهي توضع على الاية ورقمها ورقم الصفحة مستعد يوسف مستعد نعم طيب بسم الله يقول المولى عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخرة اكمل ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخرة اكمل الآية اكمل الآية الآية مائة وثلاثة ثم مائة واربعة الآن توقفنا في مائة وخمسة ما شاء الله ما شاء الله طيب ما شاء الله شوف يا يوسف الآن شوف الآية التي بعدها يقول الله عز وجل لنبيه الكريم فاستقم كما امرت ومن تاب معك اكمل الآية فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطروا انه بما تعملون بصير حسبك هذه الآية رقم كم مائة واثنى عشر الله اكبر انظروا مائة واثنى عشر طيب لا انتظر صورة هود كم رقم الصفحة رقم الصفحة يا يوسف مائة واربعة وثلاثون الله اكبر مائة واربعة وثلاثون الله اكبر الله اكبر شوف يا يوسف الآن ساسألك سؤالا ونشوف الآن سأنزل الى الاسفل طيب اقرأ شوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار حسبك هذه الآية رقم كم؟ رقم الآية خمسة وخمسون الله أكبر ما شاء الله خمسة وخمسون الله أكبر لا إله أكبر والله إنها خمسة وخمسون طيب يا سيد طيب ماذا قال كمال جدة ماذا قال؟ ماذا قال؟ والله إنها خمسة وخمسون ما شاء الله طيب الآن أريد منك شوف يا يوسف شوف يا يوسف رقم الصفحة من المصحف الآن رقم الصفحة أربعمائة وثلاثة وسبعون الله أكبر أربعمائة وثلاثة وسبعون آية من آية الله الله أكبر الله أكبر يا يوسف سأل الله أن يحفظك طيب ما زال الدكتور عبدالقادر والدكتور الراضي سيسألاني نعم ذكرنا بيوسف كيف كان في المرة الماضية كيف كان تفعل الناس معه أنت كنت في الميدان طبعا وزرت في العديد من الله يا رجل أنا أصبحت أعرف بيوسف يا رجل ما من رجل يمر في الطريق إلا ويذكر يوسف ويذكرني معه هذا الرجل آية من آيات الله ما شاء الله صدقني اتصلت بي قنوات يسألون عنه قالوا أنتم في الجزائر عندكم جوهر ثمينة كيف تعلم قلت لهم إنه الله سبحانه إنه الله سبحانه يوسف يوسف شقعل كمال جدا شقعل والله إنها خمس وخمسون شعر الله نروح إلى الشيخ عبدالقادر إبراهمي ليختبره في الآيات المتشرفة أدعية الأنبياء المعروفة في القرآن الكريم هذا هو التحدي الجديد الذي سيتحدى فيه يوسف لجنة التحكيم ويتحدى الحاضرين ويتحدى المشاهدين الكرام فضل الشيخ عبدالقادر يوسف سأسألك سؤالا عن دعاء الأنبياء هكذا أنت سميت على اسم نبي من أنبياء الله يوسف أخبرني ماذا دعا يوسف ربه سيدنا يوسف بماذا دع الله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث آمين باطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة قول آمين آمين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ما شاء الله هذا الموضع الأول أعطني موضعا آخر دعا فيه يوسف ماذا قال قال رب السجن أحب إليه جيد ما شاء الله عليك هما موضعان لا ثالثة لهما في القرآن من دعوة سيدنا يوسف دعوتان وقد أحسن يوسف بأن أجاب عليهما كلاهما أسألك عن دعوة سيدنا أيوب سيدنا أيوب ما ندعه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ما شاء الله وهما موضعان أيضا وقد أجاد مباشرة في الإجابة عنهما فانظروا إلى هذه الآية من آيات الله عز وجل أعجزنا في المرة الماضية والآن يعجزنا أيضا ويعجز الأصحة ويعجز الصغار والكبار لحفظه ولإتقانه يعني هذا الشيء الذي لا يسمى إلا بالإعجاز نضيف له دعاء ثلث نضيف له دعاء يلا اقرأ لنا أدعية أو دعاء نبي الله شعيب شعيب دعاء الله عز وجل مرة واحدة دعاء شعيب نعم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله الأعراف الأعراف جيد جيد جدا ما شاء الله الآية 89 89 ما شاء الله يعني برقم الآية والصفحة أكيد نعم نخطي بدعاء سيدنا إبراهيم ما رأيك سيد الشيء نعم ما شاء الله ما شاء الله نعم أنا أدعية طويلة سأجمع له بينا ربما فنيني تشابه وعد الأي لنرى يوسف هذه الطاقة العجيبة ما شاء الله عليك يوسف شاء الله شاء الله شاء الله إنها خمسة إنها خمسة يا يوسف قول الله سعالة أجر كبير كم مرة وردت في القرآن الكريم فاطر الحديد فاطر الحديد أجر كبير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه مين فاطر الحديد الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مرفرة وأجر كبير إذنك جبت لنا فاطر والحديد والملك خصتك وحدة برك جيبها لي كين ربعة في القرآن بزلت وحدة يا بطل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مرفرة وأجر كبير الله أكبر من أي صورة هذه هود هود إحدى عشر ممتاز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذه الآية يا يوسف يا يوسف تشكل تشكل في فن المتشابهات مع أجر كريم أعطينا أجر كريم نعاونك شوية فبشروا بمرفرة وأجن كريم وين جاية هذه؟ صوت قبلها قبلها ممتاز ما شاء الله ما شاء الله هذه في الحديد لأنه هذه من أصعب من أصعب من أصعب التحدي اللي نقوم به للطلاب في ضبط المتشابهات وعدي الآية ما شاء الله على يوسف ما شاء الله ما شاء الله أول شيء ألف لام ميم فقط ألف لام ميم في صوت البقرة والعمران والعنكبوت والروم والقمان والسجدة نعم ألف لام ميم صاد نعم في صوت الأعراف نعم ألف لام را في صوت يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر الله ألف لام ميم را في صوت الرعد كافها يا عين صاد في صوت مريم نعم طاها في صوت طاها نعم طاسين ميم في صوت الشعراء والقصص في صوت الشعراء والقصص طاسين في صوت النمل ياسين في صوت ياسين صاد حميم في صوت صاد حميم في صوت غافر وفصلت والزخرف والدخار والجاثية والأحقاف حميم عين سين قاف في صوت الشعراء بالج정이 ثابت أعمل هذا التحدي الأخير شوفوا يا جماعة أنا كنت أعطيه الآية ثم يعطيني رقمها الآن يوسف اسمعني الآن رقم ستة وثلاثين من سورة الأنفال إن الذين كفعوا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصة ثم يغلبون والذين كفعوا إلى جهنم يحشعون حسبك السؤال الأخير السؤال الأخير شوفها الآن سأذهب إلى سورة فيها فيها آيات قصيرة لكن فيها أرقام كثيرة أنا سأعطيك من وسط الصورة اقرأ الرأس فقط شوف معي يا بني أريد من سورة الأنبياء 64 بماذا تبدأ 63 62 61 69 يلا ابدا من الأربعة وستون قال بالفعل هو كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم مظالمون ما شاء الله فرجعوا إلى أنفسهم أنا قلت يعني أخطأ لكنه رجع سبحان الله فرجعت أنت قلت لي أربعة وستون فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم مظالمون طيب 63 قال بل فعله كبير ماذا تسألهم إن كانوا ينطقون 61 قالوا فأتوا به على أعيين حسبك للناس لعلهم يشهدون طيب 59 59 59 قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين لا إله إلا الله اللهم صلي على رسول الله أخيرا رسالة الكل واحد كمل معي الفيديو لحد دلوقتي بلا عليك رجاء من أخ صغير أو أخ كبير ابعت الفيديو دوك لأي أبو وأي أم أنت تعرفوا أو أنت تعرفيها ابعتوه ضروري ابعتوه علشان عايز أقول لهم الفيديو ده رسالة لكم أنتم تقدروا لما أبو يوسف وأم يوسف قدروا يعملوا المعجزة دي مع يوسف المتوحد المريض اللي مش طبيعي دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى أنتوا مع ابنك السليم المعافى الطبيعي جدا دهروا تعملوا معجزة وأحسن من يوسف كمان بس تعبوا وبدأوا واكتهدوا في تربيته ربوه صح ربوه على اللي ربنا يرضى عنه ربوه على اللي النبي صلى الله عليه وسلم سابوا لينا تركتوا فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي رب ولادكم على حكتين دول والله هنلاقي معجزات كتير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم زي يوسف وأحسن كمان الفيديو اللي جاي أجيب لكم معجزة تانية خالص خالص فعلا وطبعا لو انت متعرفنيش أستأذنك تخش كده على اليوتيوب تكتب اسامة البهناسي ودوس اشتراك وفعل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي بتاع المعجزة الرهيبة جدا لما ينزل جيلك وتستفيد بيه ويلا همتكم معانا عايزين نوصل الفيديو دوت لعشرة لاف لايك بس الله المستعان صلى الله عليه